تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة جمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية أهلا بكم أبنائي طلابي طلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم معانا النهاردة درس نصوص الجزء الثاني من درس التكافل الاجتماعي وده درس احنا بدأناه معاكم في حصة سابقة اتكلمنا فيه عن الإسلام وكيف علج مشكلة الفقر هنكمل درسنا النهاردة مع بعض تعالوا كده نستمتع بحصتنا النهاردة التكافل الاجتماعي في الإسلام الجزء الثاني مقال الأستاذ أحمد حسن الزياد دي مخرجات التعلم بتاعتنا من على موقع وزارة التربية والتعليم ودية النواتج التعلم اللي احنا ممكن نشتغل عليها ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهي أنقى لمع أصفار الفقري وأزى كلوم الفقراء وقمع جرائر البؤس فألف بين القلوب وآخ بين الناس وساوى بين الأجناس وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربع الفاحش ثم عالج الداء الأزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه الحروب التي أمضت حياة الناس وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قودت بناء المجتمع عالجه بالسفارة بين الغني والفقير على أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف فلا يدفع مالك عن ملكه ولا يعارض حر في إرادته إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه ذلك الحق هو الركن الثالث من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام فلا هو فرع ولا نافلة ولا فضلة بيقول للسؤال ميز العنوان الأنسب للقطع السابقة القطع اللي كانت معانا دي بتتكلم عن الإصلاح الإلهي للفقرة إزاي إدري الإسلام يعالج هذه المشكلة المشكلة اللي بتقود بناء المجتمعات بتهدمها واتكلم عنه أهو تمام علاجه بالسفرة بين الغني والفقير على أساس الاعتراف بحق التملك الاحتفاظ بحرية التصرف جعل للفقير في مالي الغني حقا طيب يبقى إذن العنوان المناسب إيه للفقرة اللي فات الدين هل الإسلام ينقذ البشرية حصر آيات الصلاة علاج الإسلام للفقر ولا رسالة الإسلام إذن العنوان الأدق والأنسب هو الإسلام ينقذ البشرية كذلك عالج الإسلام الفقر من طريق آخر غير طريق الزكاة والصداقات والكفارة علاجه من طريق الكسر من حدة الشهوة والكف من ثورة التموح والغض من إشراف الطمع فرغب الغني في الزهد وأمر الواجد بالقناعة ومدح الفقيرة بالتعفف فلو أن كل إنسان أدى حق الله في ماله ثم استقاد لأريحية طبعه وكرم نفسه فأعطى من فضل وواسى من كفاف وآثر من قلة لكان ذلك عسيا أن يقر السلام في الأرض ويشيع الوآم في الناس فتهدأ دلوع الحاقد وترقى دموع البائس ويسكن جوف الفقير ويذهب خوف الغني ويتزوق الناس في ظلال الرخاء سعادة الأرض ونعيم السماء إذن الإسلام لم يكتفي فقط بالزكاة والصداقات لكنه أتاح فرص أخرى لعلاج مشكلة الفقر مدح الفقير تمام؟ رغب الغني في الزهد لما يزهد بأدية حاجة كويسة؟ طيب تعالوا نشوف كده مع بعض برضو بيسألني العنوان الأنسب للقطع السابقة هيكون إيه؟ هو هنا بقى بيكلمني عن العلاج شوية لو كان يكلمني عليه يبقى إذن هنا علاج الإسلام للفقر طيب نفس القطع اللي مع هنا كده وبقول لي ثم كانت بوادر إصلاح الإلهية أن قلم أصفار الفقر وقسها كلوم الفقراء وبيسألني في معنى كلمة كلوم طيب أنا عاوز أسألك في المعنى علشان تبقى أنت فاهم بس القطع معايا يعني إيه كلوم الفقراء؟ جرائر البؤس وشفت التشبيهات دية والحاجات دي طيب إيبا إذن كلوم ديت هي الجروح نفس القطعات ثم كانت بوادر إصلاح الأهيي وأم قال إيه؟ فألف بين القلوب وآخى بين الناس وساوى بين الأجناس وقاب لي بقى المحسن البديعي فيه وآخى بين الناس وساوى بين الأجناس هيبقى إيه المحسن البديعي هنا؟ المحسن البديعي آخى بين الناس دي جملة ساوى بين الأجناس وقاب لي بقى هل هو حسن تقسيم وجناس؟ نجيب لتنين إزدواج وساجة، طباق وساجة مقابلة وجناس طبعا الجملتين كده أيوة فيهم إيقاع آخى بين الناس ساوى بين الأجناس وده نسر صح؟ يبقى كده نقول إزدواج مش حسن تقسيم لأنه حسن التقسيم ده يبقى في الشعر يبقى ده إزدواج طيب هو أنا هالي بكلمة الناس وآخى بين الناس وقال لي وساوى بين الأجناس شايف حرف السين ده؟ يبقى إزا أقدر أخطار وأنا مستليح كويس جدا الإزدواج والسجع تمام وقاب لي برضو العبارة وقال لي إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه وقال لي كم وسيلة للتوكيد في التعبير التالي يعني عدلي وسائل التوكيد طيب قبل ما نشوف الاختيارات إنما جعل للفقير يبقى إنما ديت صح أسدوب قصر للتوكيد جعل للفقير في مال الغني حقا يبقى المفروض هنا إيه؟ جعل حقا جعل حقا للفقير تمام يعني هنا حصل قولوا أنتوا بقى تمام تأديم وتأخير لا يكمل دينه إلا بأدائه شفت لا وإلا آه فاكرين لا وإلا دي النفي والإيه؟ والاستثناء تمام وده السلوب برضو إيه؟ قصر يفيد التوكيد يبقى كم أداة دلوقتي أو كم وسيلة إحنا استخدمناها نعد مع بعض بقى إنما والتعديم والتأخير جعل الفقير في مال الغني حقا أدت نين ولا يكمل دينه إلا بأدائه يبقى إيه؟ ثلاث أحسنتم تعالوا برضو نشوف كده الكطعة اللي معانا وبيكلمني عنها وبيقول لي تعامل الإسلام مع مشكلة الفقر بعدة طرق ليس مين بينها ركز بقى أنه بقول لي ليس مين بينها يعني بين فيلي طيب هو هنا القطعة جابت لي حاجات هو تعامل معها طيب إيه اللي مش من بينها بقى؟ هل ترغيب الصدقات؟ ده أعتقد أن دي طريقة هو قالها كسر شهوة المال طبعا برضو إحنا نبصر القطعة اللي قدامنا ونشوف لو جيت تشوف كده كذلك على الإسلام الفقر من طريق آخر غير طريق الزكاة والصدقات والكفارة علاجه من طريق الكسر من حدة الشهوة والكف من ثورة الطموع والغد من إسراف الطمع وهكذا كف ثورة الطموع إشراف الطمع طيب إذا ليس من بينها إشراف الطمع يعني زيادة منه لأ إحنا إيه بنقلل منها ميز نوع المقال السابق بيسألني في نوع المقال السابق ده يعني المقال ده كان نوع إيه؟ هل مقال فلسفي؟ اجتماعي؟ تصويري؟ نزيلي؟ يبقى المقال ده اللي كان بيتكلم معي يتكلم عن علاج الفقر علاج المشكلة دي يبقى ده المقال ده مقال تمام مقال اجتماعي مش فلسفي ولا تصويري ولا نزيلي ده مشكلة تخص المجتمع بقول لي ما يزيد إجابة صحيحة من بين البدائل التالية ليس من السمات الأسلوبية للكاتب في هذا النص برضو بيقول لي مش من السمات الأسلوبية للكاتب هل بقى الإكثار من الإقاع الموسيقي إسلوبه ليس بالمرسل ولا بالمسجوع فصاحة العبارة والإكثار من التوكيد استخدام الإجاز واستفاء الفكرة يبقى أنا برضو نازم أعرف السمات الأسلوبية للكاتب للكاتب هذا النص أحمد حسن الزياد وهل هو كان يكسر من الإقاع الموسيقي وهل ألفاظه فصيحة يتميز بالألفاظ الفصيحة والعبارات السليمة كان يستخدم الإجاز يستوفي الفكرة ومعانيها وبكل ما يدور حولها طيب وبقول لي ليس من السمات الأسلوبية للكاتب في هذا النص في النص ده فعلا ما كانش منه أنه هو ليس بالمرسل ولا بالمسجوع إنما كانت الصفات الأخرى طيب دعالوا مع بعض نشوف السؤال ده كده مع بعض بقول حدد نوع الإسلوب الذي كتب به المقال يبقى بيكلمني هنا في الإسلوب الإسلوب اللي كتب بين أنا عندي دلوقتي المقال الاجتماعي وعندي الإسلوب بتاعي هل هو إسلوب فلسفي ولا كتبه بإسلوب أدبي ولا بإسلوب علمي ولا علمي متأدب طبعا أنا دلوقتي ده كاتب بيكتب لي في موضوع اجتماعي وبشوف التعبيرات اللي هو قالها هل هو هنا لجأ إلى النحية العلمية هل ده موضوع علمي تكلم فيه لا طبعا هو ما بتكلمش عن موضوع علمي ده موضوع اجتماعي يبقى دامعين فعشي يبقى أنا أقدر أستبعد العلمي وكذلك أقدر أستبعد العلمي المتأدب يبقى ليس موضوعا علميا ولا يستخدم الإسلوب العلمي فيه إذن هو الفلسفي والأدبي طيب أختار إيه بقى هل الموضوع هنا الإسلوب اللي هو كتب بيه هل يحتاج الموضوع إلى فلسفة ولا يحتاج إلى الخبر مباشرة والجزء الأدبي يحتاج إلى الإسلوب الأدبي وده فعلا اللي استخدمه الكاتب في هذا النص بقول لي حدد سبب استخدام الزياد للإسلوب الخبري طب هو ليه استخدم إسلوب خبري إحنا طبعا عندنا في الأساليب الإسلوب الخبري والإسلوب الإنشائي طبعا الإسلوب الإنشائي ده إحنا كنا بنتكلم عنه أن أنا بجزب الانتباه باستخدمه لجذب الانتباه أو للمشاركة أن الشخص القارئ أو السامع يشاركني طب وأنا هستخدم إسلوب خبري ليه هل للتوضيح ولا للمتعة ولا لجذب انتباه ولا للتقرير كلمة تقرير ديت يعني توكيد وأنا فعلا الكاتب هنا محتاج فعلا أنه يأكد لي يبقى فعلا هو يستخدم لي إسلوب خبري عشان يعمل لي عملية تقرير وتوكيد للحقائق اللي هو بيأكد عليها في علاج الإسلام للفقر نشوف المثال لأبناء الطلاب معنا فلو أن كل إنسان أدى حق الله في ماله ثم استقاد لأريحية طبعه وقرم نفسه فأعطى من فضل وواسى من كفاف وآثر من قلة لكان ذلك عسيا أن يقر السلامة في الأرض ويشيع الوآمة في الناس فتهدأ ضلوع الحاقد وترقى دموع الباس ويسكن جوف الفقير هنا خد بالك بقى أن دي باللون الأحمر إحنا سنسأل على الجزئية دي ويسكن جوف الفقير ويذهب خوف الغنيم ويتزوق الناس في ظلال الرخاء سعادة الأرض ونعيم السماء وقال لي حدد نوع المحسن البديعي في قول الكاتب يسكن جوف الفقير ويذهب خوف الغنيم طيب أنا عاوز أفكركم بقى يعني إيه المحسن البديعي إحنا اتكلمنا عنه وإن المحسن البديعي تمام؟ فيه محسن لفظي وفيه محسن معنوي المحسن اللفظ ده يديني نغمة موسيقية طيب بدينا أمثلة كده فكرنا آه المحسن اللفظ ده زي تمام؟ الجناس لأنه بيعطيني نغمة موسيقية زي التصريع في الشعر بيديني نغمة موسيقية وزي السجع في النسر بيديني نغمة موسيقية يبقى كل من اللي حيديني نغمة موسيقية يبقى نقدر أقول عليه محسن إيه؟ لفظي تمام؟ طيب والمحسن المعنوي ده مش حيديني نغمة موسيقية زي مثلا الطباق الطباق ما بيدينيش نغمة موسيقية أو المقابلة طيب تعالوا بقى نشوف كده مع بعض حدد نوع المحسن البدعي هين بقى مديني اختيارات أهو سجع وازدواج ولا سجع وطباق ولا طباق وازدواج ولا جناس وسجع تمام؟ يبقى هو هنا بقى بيحدد لي هاختار إيه؟ يعني جوف الفقير هنا يسكن جوف الفقير دول ثلاث كلمات يذهب خوف الغني دول ثلاث كلمة فديت فيها ايه؟ اهو ازدواج صح كده يبقى عندي كده ازدواج طيب عندي بقى كمان ايه؟ هل في سجع؟ عند الفقير وعند الغني كده ما فيه السجع يبقى أنا أستبعد الأولى سجع وطباق طيب أنا دلوقتي ما عنديش للسجع طباق وازدواج أنا فعلا طلع عندي ازدواج طب هل فيه طباق؟ اللي هو العكس طيب يسكن ويزهم طيب وعندي الفقير والغني تمام كده يبقى أنا عندي الفقير والغني ده طباق وعندي ثلاث كلمات وثلاث كلمات دين ازدواج يبقى أنا فعلا أقدر أختار هنا ايه؟ الطباق والازدواج إنما الجناس والسجع أنا عندي جناس فعلا بين كلمة جوف وخوف طبعا جناس نقص لكن أنا ما عنديش سجع فيها يبقى الاختيار الصعيح هو الطباق والازدواج تمام؟ أتمنى أننا نكون من الأمثلة اللي احنا شرحناها كده وضحنا التكافل الاجتماعي ومن التدريبات اللي مرنا عليها يلا بينا نشوف ملخص للدرس بتاعنا على اللايت بور ابناء الطلاب شفنا التكافل الاجتماعي النص بتاعنا النهاردة وطبعا النص ده من النصوص أهم نقطة فيها نعرفها نص اجتماعي واجتماعي لأنه بيعالج مشكلة تخص المجتمع وكانت المشكلة دي ايه؟ زي ما احنا شفنا اللي هي علاج مشكلة الفقر كيف عالج الكاتب مشكلة الفقر؟ وطبعا الكاتب ذكر لنا علاج الإسلام لهذه المشكلة وطبعا كان أهم نقاط اعتمد عليها كان اعتمد على مثلا الزكاة والصدقات والزكاة دي فرد والصدقات ايضا على المسلمين فمن باب الزكاة ومن باب الصدقات نستطيع أن نعالج مشكلة الفقر ولكن لم يكتفي بذلك ايضا اكتفى ايضا ازاد عليها ممكن نقول كمان ان هو التحبيب زي ما شفنا كده بين الغني والفقير يجعل بينهم درجة ل القرب فيكون لي الفقير جزء في مال الغني بالرضى والطراض اذا الكاتب استطاع ان يعالج هذه المشكلة وعرض هذا الامر باسلوب ادبي استخدم الاسلوب الادبي وايضا استخدم الاسلوب الخبري وهذا للاقناع يقنع الناس ده ملخص سريع كده ابناء الطلاب لدرس التكافل الاجتماعي شكرا ابناء الطلاب اتمنى نكون في دناكو النهاردة من درسنا التكافل الاجتماعي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلتة سنوية هانت خلاص انا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية